هقف مع حضرتك عند النقطة دي في ناس بترجع منهكة جداً وتعبانة جداً وميكوب أنا حطاة كتير جداً قبل منزل أنا مش قادرة شيرين ميكوب أنا هنام بالميكوب نعرف أضرار الحركة دي مع حضرتك يعني تأثيرها السلبي على البشرة بيكون عامل إزاي طيب الميكوب مهما كان من حاجات غالية أو طبيعية أو في الآخر هو فيه إيه؟ كاميكال بالزبط يبقى أنا زي ما قلنا احنا متفقين على مبدأ بنحط في كل اتجاه بفكر فيه إيه هو المبدأ؟ إني هحط بزرة حاجني سمرها حطيت فجل حاجني فجل حطيت ملوخية حاجني ملوخية مش هينفع أحط بطيخ أجني تفاح مش هيحصل تمام؟ طب نرجع للمبدأ بتاهم احنا كل سؤال هنفكر فيه أو كل إهمال هنعمله هنفكر في إيه؟ في نتائجه في السؤال اللي إحنا عقلنا البزرة اللي حطيتها إيه؟ حاجني إيه؟ بالشكل ده طيب أنا جيت قلت لأ أنا مكسلة وحنام زي مانا وطيب مسكرة اللي أنا حطاها ديت ما هي كفيلة جدا لو قعدت 24 ساعة إنها ممكن توقع ليرموشي ألم الكحل اللي أنا حطيته دوت أو الآيلاينر تمهو كفيل لأنه يخش جوه عيني ويأزيلي عيني لأن أنا ممكن أفرق في عيني وأنا نايمة من غير ما أحس فده يدخل جوه عنايا يحرقني أصحى الصبح عنايا حمرة أي حاجة بقى حطاها كريم أساس رجاجوه أي إن كان يعني أي حاجة من دي أنا بعمل تقل على الجلد هعمل تقل على الجلد بتاعي طب التقل ده حيديني إيه ما هي مرة على مرة على مرة على مرة ما تبصيش تحت رجلك النهاردة ممكن تنامي النهاردة ماشي مرايا أوكي لكن يبقى الروتين بتاعك إن أنا جاية من بره دخلت نمت بدا لا 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 ليه بقى لأن أنا كل مرة هحط فيها توبة وتوبة على توبة زي ما قلنا هتعمل لي إيه هتعمل لي مبنى فأنا بحط مبنى عالي قدامي بعد شوية هبقى مش عارفة تصرف فيه زي فالأفضل أني أنضف بشرتي كويس بالغسول بتاعي المناسب لي وحط النايت كريم طب النايت كريم ده بقى أنا مش فضية حطه أنا نسيت حطه أنا مش فيقالك ده أنا على العيال باجي منهاكي كل الكلام ده حطيه جنبك على كومودين بحيث إن انت خلاص لو وصلتي لمرحلة إني اطرحت على الفراش ومش قادرة قوم هاخد منه أصلا خلي بالك كمان الكميات بتاع الحاجات دي بتفرق مش بالغرف ومش بالقطرة لأن هو بشرتك هتاخد الكمية اللي هي عايزاها وتطرد الباقي يبقى أنا خسرت الباقي لا الكميات إيه نصف عقلة الصباح انت بتحطي بالزبط دي كريم أو نايت كريم نصف عقلة صباحك وبتحطيها وبتدويبي الكريمة على أديكي وبتعملي عكس اتجاه الجاذبية الأرضية يعني ناخد من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا فكل ما أنا حاقدر إن أنا بعمل ده فأنا بعمل مساج للبشرة بتاعتي أخلي بشرتك تتشرب الحاجات دي أسرع وفي الوقت نفسه أستفيد بالكريمة جوة بشرتك طيب نيجي الكريم العين بقى بالمرة نقول نستعمل إزاي الكريم العين بناخد برضو نصف العقلة وبنحط هنا وبنحط هنا وابدأ أعمل كده لو خبطت هنا هجيب تراهل وتجعيت في الجفن ده لو خبطت هنا هجيب تراهل في الأشياء دي أنا مش عايزة أتراهل لكن أنا عايزة الجزء ده هو كفيل هيغزي المنطقة دي كلها زي بالظبط عارفة زي إيه رينيجي إني جبت كلينيكس وحطت عليه نقطة مية لو حطت عليه نقطة مية هيعمل إيه حينشع فهي بالظبط المنطقة دي هتغزيلي المنطقة دي كلها لكن قعدت أخبط وضعك يبقى أنا بعمل إيه براهل المنطقة دي إحنا كريم العين برضو بيتحط بالليل بس صبح وبالليل صبح وبالليل